مرحبا بكم جميعا سحية الأحرار في المغرب وخارج المغرب المغرب أحداثه تتزايد يوما بعد يوم إذا رأيتم أحداث في المغرب كل نهار يخرج خبار جديد كل نهار يخرج خبار شي حاجة في المغرب ليست إذا رأيتم الخبار محمد الساديس شراء الشركة الشوكولات تزايد الناس كتبال لهم أن محمد الساديس شراء الشركة الشوكولات ربما أريد أن تقبل الجزائر يعني تزايد الناس هذه الفكرة لأن هذه الشركة الجزائرية تتمنع في الاتحاد الأوروبي تبقى ترويج المواد ديالة والشركة اللي شراءتها المادة اللي هي ديال العائلة الملكية هي شركة كبرى يعني تستثمر في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الشي اللي بغيت نهضر عليه وفي الاتحاد الأمريكية إلا كتعرفوا مثلا أن الأنظمة الدكتاتورية دائما كترشي المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين كتقدم لهم رشاوي مالية أوكي ولكن صعيبة مثلا من اللي كتخرر الكاش من بلادك وكتديه مثلا في شقارة أو في ميكا وكتديه لذلك المسؤول اللي في أوروبا وفي أمريكا وهذه الفضيحة اللي تفضح بها السيسي في القادية ديال دونالد ترامب أي أن السيسي يمشى الوحد الليلة وصيفة الخدامة دياله أنهم يجيبوا لي عصرات ديال المليون ديال الدولار من البنك المصري جابوا لي ديك عصرات ديال المليون وديك عصرات ديال المليون لكاش غبرات ما عرفوهاش في المشات فش تصرفتها وحد ما عرفتها ولكن المحللين والباحثين اللي داروا تحقيقات كبيرة خاصة الصحفيين الأمريكيين لقوا أن السيسي ديك عصرات ديال المليون اللي اخداها من الشعب المصري اخداها من البنك المصري ويعطاها للترامب لكي يكمل الحملاء الانتخابية دياله في الأسبوع الأخير في الف و ستعش من اللي كان تقدم الانتخابات وهذا صحفي أمريكي هو اللي يخرج هذا الخبر هذا الشيء بغيت نقول لكم أن محمد السادس لماذا تنصروا واحد الشركة اللي تستثمر عالمياً كتستثمر في أوروبا وكتستثمر في أمريكا الشركة ديال الشوكولات اللي كانت محمد السادس عندها واحد المعمل الكبير ديال الإنتاج في نورد كارولاينا الأمريكية في ولاية نورد كارولاينا الأمريكية يعني هاد المادة و هاد المنتوج و هاد المنتوج ديال الشكرات اللي كي اللي ولدها تابع لشركة محمد السادس عندها سوق كبير في مريكانو في كانالا يعني كتمشي للمحلات كتمشي لسوبر مارسي كتلقاها موجودة كتلقاها محطوطة ملمان و مكمو محمد السادس من اللي قام بهذ المهم و مشيغل هو ولكن النظام كله من اللي قام بهذه الخدمات ماشي قامو به مثلا للربح لانهما رابحين محمد السادس عنده الفلوس محمد السادس عنده استثمارات محمد السادس محطوط بهذه الشركة ولكن لو خاثتكم تعرفوا السبب الحقيقي من وراء من وراء شراء هذه الشركة كيفما كان يعرفه أن محمد الثالث مثلاً يجري صعيبة يهرب الفلوس خاصة في الظروف الحالية لأنك تعرفه في القديم كانت الفلوس كانت تهرب يعني ما كانش مشكلة ما كانش محاسبة ما كانش متابعة ولكن حالياً في عاصل الحالي الفلوس والتي تتبع يعني من الخرزات أو من وصلات أو من دانس أو من هادية وهناك تقول لي خاطرة مثلاً على أنظمة الديكتاتورية مثلاً بحال محمد الثالث أنه يهرب الكاش من المغرب لأمريكان وللأوروبا يعني وللأت صعيبة ماشي صعيبة عليهم ولكن غايت تفضحوا أوكي يعني غايتين يتفضحوا إلى خرر مبالغ كبيرة مالية غايت تفضحوا ماشي مثلاً غايت تفضحوا في المغرب ولكن غايت تفضحهم مثلاً لمؤسسات العالمية التي تقوم بتتبع الأموال التي تتحول بين الدول وليس شركة خاصة يعني في أنها تتبع الأموال من كتمشي ومن كتصرف ومن كتقرون ومن كتبالك تمشي وشكنهم الأصحاب دياله يعني مبقاش القادية صعيبة ولو ناس مخصصين فتضوين هذا دونك علاش محمد الثالث شرهد الشركة اللي عندها مقرات في أوروبا وعندها مقرات في أمريكا لأن القادية دياله ده مثلاً سهلة باش يبقى يرشي المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والمسؤولين في أمريكا سهلة لأنه ستبقى يستعمل الأرباح ديال الشركة عواض مثلاً ما يهرب الكاتش من المغرب والدهي الأمريكا والأوروبا ما ستبقى شرد القادية بسبب هذه الشركة بسبب الاستثمار ديال الشركة سيبقى يستعمل الأرباح ديال الشركة في شراء المسؤولين في أوروبا وفي أمريكا وهذا هو السبب الرئيسي على لماذا محمد السليس شراء هاد الشركة كيفما كنتعرفوا أنه إلا كتذكروا مثلاً القادية ديالأوراق بباناما أنهم تفضحوا بذلك الشركات الأوفشور اللي كانت يعني شركات مجهولة كيستعملها محمد السليس بلش كيهرب بها الفلوس بس كيستعمل مثلاً الفلوس في دول أجنبية بواسط هذه الشركة سيبقى يسهلوا عليه ولا سيسهل على رأسه الخدمات مثلاً وما سيبقى باين يعني ما سيبقى باين يعني ما سيبقى كيبان أنه يهرب الفلوس للخارج ما دم أنه سيبقى يخلص درائي في الدولة اللي عنده في الشركة ويمشي مع القوانين ويخدم الناس وأنا سوف نتبحث القادية ما سيطرى مثلاً في هذه الشركة اللي هي كينا في نورت كارولاينا دير الشوكولات سوف نشوف كيفية الأوضاع سيتتحول بالنسبة للعمال بالنسبة للدكش يعني طريقة العمل كيف ستولي في هذه الشركة وسأتبعها سوف نحاول نعرف كيف نوقع في هذه الشركة من اللي تشرق من طرف شركة المادة وهذه هي الحقيقة من وراء شراء هذه الشركة يعني نكونوا أذكية نحن كمغاربة يعني ما ننقوش نشيو مع تسيار يعني آآ بولو محمسي شراء شريكة إيطالية وفي أمريكا ولكن أخذكم دائما تقلبوا على ما وراء شراء هذه الشركة هذه محمد السليس كيف ما كنقول لكم ما محتاش أنه يشر هذه الشركة عنده الكاش عنده الملار عنده الاستثمارات مسيطرة على الاستثمارات في إفريقيا مسيطرة على إفريقيا في المغرب عنده شركات في جميع العالم ولكن الهدف من شراء هذه الشركات يعني المتجاوزة للحدود كتكون الأهدف ديالها ماشي هي الربح ولكن كتكون الأهدف ديالها أكبر من ذلك يعني إيش حاجة أخرى يعني كيف ما كنا عارفوا أن اللوب المغربي اللي كان في أمريكان يعني كيمشي الكاش من المغرب يعني صعيبة أنك تبقى تحول مبالغ كبيرة مثلا بالملاير تبقى الدهام للمغرب تبقى الدهام للمغرب غير يحصل غير يحصل يعني بوسط هات الشركة ما غير يبقى للمغرب أو لنظام المغربي أنه يهرب فلوس من المغرب بالعكس يبقى يستعمل الفلوس اللي كتربح من هات الشركة هذا هو الخبر الأول اللي خاصة الناس يعرفوه علاش محمد السادس تترى الشركة الإيطالية لإنتاج الشوكولات القادية الأخرى اللي بغير ندرع لها وهو المحكمة الأوروبية اللي أبطالت الاتفاقية التجارية مع المغرب للمواد اللي كتصدر من المناطق الجنوبية ولا من الصحراء يعني من الصحراء لأنك العارفوه أن المغرب كي سيفتد المنتوجات وكتبون من المغرب والإنتاج ترى الإتحاد الأوروبي ما تطلب منه صعاب لأن الصحراء ليست مغربية والإحاد الأوروبي عبر الصحراء طلب منه شيئا مسائط من هذه المواد التي تصدر من المناطق الجنوبية تبقى تكتب عليها أنها جاهزة من الصحراء الغربية لا تطلبوا من الصحراء صعاب وعندما يأتي لها حيحة وهذا المنطبول يأتي من الصحراء الغربية لا تتطلب منه شيئة أخرى وهذا الاتفاقية المغرب جاءت صعيبا لا يجب أن تكون من هنا جاء المغرب واحد منطقة التي نضعها الصراع واحد منطقة التي يخلصها أول إلى فرants فSO anyway تقنم إبناء السحراء الغربية تقنم إبناء السحراء الغربية ويأعلق الأهل اذا رأيك هذه المواد لتطلب props لذلك الضرائب الناس الذين يستمرون في المناطق الصحراء الغربية لا يدفعون الضرائب لأن هذه المناطق حرة من المناطق الحرة التي كانت في العالم وهي منطقة الصحراء الغربية هذه الشاشة الاتحاد الأوروبي طلب أن تكتب في المواد التي كانت في الصحراء الغربية أنها انتجت في الصحراء الغربية يعني شيء حاجة بسيطة ولكن النظام المغربي يدفعون لعباء الله وما يعني كي تدخلون لنا في الشؤون الداخلية للبلاد وكذا ولكن ذلك شيء غير داخده واحد الخبر آخر اللي خطير جدا بغيت نقول لكم كيفاش أن المغرب مازال مستعمر من فرنسا مازال النظام المغربي يكرس يعني الوجود الفرنسي في المغرب وهذا باجتماع الحكومة ماشي مثلا هذا خبر اللي قالوا شي واحد انه هذه الحكومة كتجتمع باش كتكرس الفرانكوفونية في المغرب اخ النوش المغرب يعزز قيم الفرانكوفونية يعني المغرب طرف من فرنسا يعني شيء حاجة اللي يحشون معي بلد كالمغرب اللي عنده المكونات دياله عنده اللغات دياله عنده الشعب دياله عنده الوجود دياله كيف ما يقوله ولكن مازالش نمتشبتين بواحد يعني بالمستعمر وتصوروا معي هذا رئيس الحكومة اللي خصوه ويكون وطني خصوه تيكون امر بلوطانية ولكن جاي تدير لقاء يعني واحد لقاء لتعزيز الفرانكوفونية في المغرب وش متلا فرانسا كتدير شيء حاجة باش تعزز الانجليزية في فرانسا وليك تعزز شيء لغة مثلا في اوروبا يكو فرانسا تحل من دولة ضائرة بها فرانسا كينا جارتها لبرتوغال جارتها إسبانيا جارتها الطاليين علش من فرانسا مثلا ما تحاولش مثلا تكرس لغة أجنوية في بلادها ولكن احنا في المغرب ماذا يدلو هذا علش كيدل هذا علش كيعبر هذا من اللي واحد دولة اللي عند المكونات اللغوية ديالها عند المكونات الوطنية ديالها وكي يجي رئيس الحكومة اللي هو النظام وتيعزز قيام الفرانكوفونية في المغرب يعني باش يتفهمون انتم أيها الشعب مغريبي ولا أيها المواطن المغريبي باش يتفهم هذا القادية كيف تقول الخبار تقول ليك أكد رئيس الحكومة عزيز أخنص اليوم السبت في باريس التزام المغرب الراصخ بقيام المنظمة الدولية الفرانكوفونية لا سيما فيما يتعلق بالتنوع التقافي والتعددية اللغوية وأوضح أن المملكة تعمل على تعزيز هذه القيام عبر مرامج تركز على التعليم وتشغيل الشباب بميساهم في إنساح المغرب على العالم هذه لا علاقاتها بإنفتاح على العالم يعني اللغة سيتخلين منفتح على العالم أيها المتحدة ما كي منعك تعلم اللغة لأن اللغة هي المفتح دي العالم هي باش كتتواصل يمكنك تعلم اللغة المفتح يسعد لها لدينا تواصل عالمي ويعني اللغة المفتح تهم قيمة عالمية ما يصبح فرنساويه السبريونية لأن المجموعة التي يعتبر Huhb يكفي هدرون الوفين في العالم لماذا هدري الأساسي الأساسي الأسياء الأشخاص يمكن أن يبقىت من المغرب يعتبر الفرنساويه وهي فرنسا. الضوء المغرب مازال مستعمار فرنسية. أوليو تعلم مثلا النجليزية والصبريونية والصينية ولا شيء لغة المستقبل بحل اللغة الصينية هي لغة المستقبل. يعني الناس كلهم يعني في الدول الناس اللي كيهتم بالاقتصاد تقول كودية الصينية غادي تكون من بين اللغات اللي غادي تكون مستعمرة على العالم في السنوات المقبلة. والإنجليزية والإسبانية هي لغة ملتشرة جدا ويتعامل بها في جميع دول العالم. الفرنسيوش هات تنفعك في المستعمارة الفرنسية اللي في إفريقيا. وفي غادي تنفعك مثلا. في كارنازة تحدي الناس كيضروا في كارنازة بالفرنسية. يعني هناك كتشوفوا مثلا المغرب را ما زال مستعمر. يعني لما هدي تيقوا بها ولا ما تيقوش ولكن المغرب ما زال مستعمر. من اللي كنشوفه مثلا الملك البلاد كيمشي كي قضي العطلة دياله في فرنسا. وش عيبض لك تتصوروا مثلا الرئيس ديال الدولة. الماليك ديال البلاد. كي يخلي بلاده كيمشي كي يدوو الضغطة بلاد خرى. وماشي مثلا أسبوع مثلا أسبوع. إنه كيقلص بالشهور. ومدة طويلة جدا. تصوروا هدي في الكناف العالم. أن الرئيس ديال البلاد. تصوروا مثلا الرئيس ديال البلاد. تصوروا مثلا البيضان غي يغبرا على أمريكان شهر. كيف سيوقع عليه. وهذا المالك ديال نحن اللي كنقوله المالك. والتي يقولون المالك. وكذا. وأمير المؤمنون. هل تخلصوا مغربية المغربة كم تخلصوا ميزانية التقديم في كل سنة. وغيرتها أولادو والعوائد وصحابوه. وخاوي المغرب. وعيش في دولة. oughtبع فيها تلك المغربة. حسبوه معي وضعوا المغربة. تخليصوا خدابا. ويجعل الخدمات ويجعل المدينة ويجعل العربية ويجعلها ويجعل العقلية من النظام المغربي كيف تتمشى ولكن يبدو في الخطابات مثلا في العيد العرش أو العيد الأضحاء ولكن في المسائل الحقيقية التي تتمشى البغريبي أو الوطن يجب أن تكون خاوة الوطن لا يوجد نيبالا ويجعل معي أنتما هي المغربة التي تتمشى المغرب ويجعلها البيطالة في المغرب وماذا تعرفون كيف يحسب البيطالة في المغرب ويجعلها البيطالة في المغرب ويجعلها 20% أو 30% ولكن لا تشعر بها لماذا؟ لأن يكون للمسائل المغربة ويجعلها البيطالة في المغرب روكي لها 7% أو 5% او كي كذبوا علينا كيف يكذبوا علينا وهذا لا يكون الرقم الحقيقي لماذا؟ كيف يتبازعوا بشيء في المغرب 7% أو 6% أو 3% كيف يتبازعوا عليها؟ واذا تعرفون كيف يتبازعوا؟ يتبازعوا على الذين الذين يعملوا الذين الذين يمقيدون في الأساس ولكن هناك واحد معمره لا تقيد فلاصة الاساس لا تتحسب اشتماع لك تتخدم مثلا غيره نهار وكذا ولا شي شهار وتقيد فلاصة الناس تسجروا عليه ولا تقيد خدام لا تتحسب ولكن ذوك الناس اللي معمرهم هم تسجلوا في فلاصة الاساس راها ذوك تشكلوا واحد العادل أكبر من الناس الحقيقيين اللي كيعانيو من البيطالة انتخذوا مثلا القادية للنساء اللي قاسين في ديورهم ولا البلاد اللي ما خداميش ولا الناس اللي ما خدام عباه ولا الناس اللي خدامين في الفلاحة وخدامين في ميته وكي يخدم نهار وكي يخدم وكي يمشكد ببعراسه وما كيعرف لاصة الاساساس لاوال عطفل غيره يبصر لقب دير البيطالة في الماريب غيره يبصر وقعا 30% ولكن هادي هي هادي شاشة الكبود دي انهم الارقام تيكتبوا في المغرب يعني اي رقم احصائي في المغرب تيكتبوا به هاتي شاش بغيت نقول لكم انه اي لما كنتيش لانهم كيمشو تيحسبوا البيطالة ما كيمشوش كيحسبوا الشعب كيحسبوا الارقام دير الاساساس الناس اللي خدمات والليفات اللي ياخد ماسا ولكن الناس اللي ما عمر هم بتقيضوا في الاساس وخاة بيطالة ما كيتحسبوش هادوك هاتي شعرش كي يجيد اكتر رقم دير البيطالة في المغرب ها بتقيدي ديك 7% 6% 5% اوكي فلن بغيش نطول عليكم ايو الاخو والاخوات وعاد المشكل العالمي شنو طالدوا في العالم يعني الوضع يعني خاطير لدن وهضرت على هذا القادية ديل ان العالم ينتظر حربا هضرت على شي سنتين ولا ثلاث سنوات لذلك قلت لكم ان وصلنا الوحد ديكترة للاقتصاد العالمي خاصة حرب لان من اللي كتكون مثلا الاوضاع الاقتصادية كتعيش مثلا تدهور كتجي حرب باش كي حاولوا يكوبريوا على الاوضاع الاقتصادية واللي جاي غادي بيل لكم الحقائق اللي اهضرت عنها اشحال هادي ونسمن لكم يوم سعيد ولا ليلة سعيد ولا صباح سعيد وتبارك الله لكم والسلام عليكم